يعني عندنا اللقاح الصيني اللي يعني فعاليته تتراوح ما بين 79 و 14 إلى حوالي 86 بحسب ما أعلنت عنه الإمارات هذا المدى لنجاح هذا اللقاح مقابل لقاح فايزر اللي هو تحدث عن 94% في الطب هذا لا يشكل أي فارق يعني فارق اللي أنا يخيرني أو يحيرني إني بالاختيار بمعنى؟ بمعنى إذا اللي بيطلع اللي باخته بكل بساطة أي لقاح ما في واحد أفضل من واحد ما في واحد حسن من واحد اليوم إلا إذا مثلا واحد تحسس من الجرعة الأولى لأحد اللقاحين إذن لا يأخذ الجرعة الثانية في هذه الطريقة ولا يعود ليأخذ هذا اللقاح في المستقبل لكن اليوم إذا بدي أختار بين هذا وهذا وأنا حصلت على أحد اللقاحين ما كان في تفكير بالنسبة لي إنت حصلت ما كان بفرق معك أيهما؟ أنا اليوم لو أحكي عن هذا أو هذا يعني أنا لا أعلم حقيقة اليوم يعني يصلني كثير من الاتصالات أنه أشخاص بدهم لقاح فايزر وأشخاص بدهم لقاح صيح هناك انقسام فاليوم أنا بطمئن الفريقين دائما اللي بصح لك خده من دون أي تردد ما بفرق؟ بالنسبة إنه والمعلومات والبيانات العلمية اليوم لا نرى فرق ذو أهمية بين اللقاحين ولا في أي لقاح حاليا نسجل في العالم اليوم؟ أنت في عندك من لقاحات تسعى للتسجيل مثلا في الأردن لا في لقاحات طبعا حسب النسب اللي عم نشوفها إحنا كلها قريبة من بعضها يعني لما نتحدث عن مودارنا أيضا هو في التسعين لما نتحدث عن أوكسفورد وأسترزينيكا إذا أخذوا الجرعتين بالطريقة الموصفة نسبهم عالية فوق الثمانين وقد تصل إلى تسعين فلذلك اليوم هذه كل هالمعلومات كون هذه الشركات متنافسة كل هذه المعلومات اليوم اللي بنحصل عليها هي مزيد من التأكيد على أن هذه اللقاحات فعالة هذه اللقاحات آمنة وجميعها مرشح لهذه النسب جميع هذه النسب مرشحة للنزول وليس للصعود لأن كل ما تحور هذا الفيروس كل ما نزلت فعالية هذه اللقاحات نتذكر دائما لقاح الإنفلونزا الموسمية يعني بمر علينا السنوات نسبة نجاحه 35% ونأخذه فهذه نقاط مهمة يعني فاليوم احنا أمامنا فرصة ذهبية في الأردن ليش؟ المنحنى الوبائي جيد عادة تمر الدول بفترة حوالي 6 إلى 8 أسابيع 8 أسابيع قبل أن تدخل أي موجي ثاني فاليوم لا بد أن نتوجه للجميع ما حققنا من إنجاز لا يجوز أن نفقد فيه وهذا اللي حققنا دفعنا ثمن ثمناً ضاهضاً حتى نحقق هذا الإنجاز يعني يتساءل أي شخص كيف لنا أن نفقد بهذا الإنجاز والحفاظ عليه سهل جداً الكمامة، التباعد، غسل اليدين أمور بسيطة جداً إذا استطعنا أن نحافظ عليه وأن نأخذ مطاعيمنا بهذه الفترة نغطي الفئة الأكثر اختطاراً إحنا بإمكاننا اليوم أن نعبر إن شاء الله من هذه الأزمة بنجاح فعلاً ننجح في عملية إعادة أبنائنا إلى المدارس فعلاً ننجح في التدرج في عملية فتح القطاعات كثير من الناس بيحكي ليش 20% جبتوا بس من اللقاحات للأردن ليه ما بدنا 60% أو 70% نرد على هذا الكلام أنه الحمد لله إحنا بنيتنا السكانية أصلاً لا تصلح أن نعطي اللقاح لـ 60% أو 70% ليش؟ لأنه 50% من عدد السكان هم دون سن العشرين وبالتالي أصلاً اللي 16 و 18 هذول يعني لا يعطى لهم اللقاح وبالتالي الكمية اللي حصلنا عليها كفيلة أن تغطي الـ 6% اللي هم فوق الـ 60 عاماً والفئة الأكثر اختطاراً وعددهم حوالي 600 ألف وبعدها نستطيع أن ننزل بالتدريج إلى الفئات الأقل اختطار فاليوم أمامنا فرصة ذهبية نحافظ على إنجازنا نأخذ اللقاحات لا نستمع إلى الإشاعات نضع ثقتنا في الكادر الصحي سنقوم بإيصال المعلومات مهما كانت مؤلمة مهما كانت مؤلمة سنقوم بإيصالها للمواطن وهذا وعد لأنه إحنا أقسمنا أن لا نخفي شيئاً يعني اليوم لن نتردد في الاعتراف بفشل أي دواء أو فشل أي لقاح وهذا يحدث في الطب لكن لحد الآن المعلومات هي مشجعة جداً لحد الآن المعلومات مطمئنة جداً ليس بالمطمئن اليوم ما شاهدناه بالأمس من عدم التزام والحكومة حذرت اليوم ونبهت وأنا بعتقد أنه كلنا اليوم بدنا ننتبه وكلنا يجب أن نكون مسؤولين عن عملية التقيد أمامنا فترة بسيطة جداً قبل أن ندخل في موجة أخرى يعني علينا أن ننظر إلى المحيط القريب سؤال إحنا موجة أخرى معرضين لها حكماً لمحال يعني بدنا نسأل أنفسنا ليش إحنا نكون غير عن المحيط إذا التزمنا بالقطع إحنا منستطيع أن نمنع ونخفف من أثر أي موجة أخرى لكن القانون يقول إذا ما سرنا نحو التدرج في الانفتاح وسمحنا بهذا الانفتاح يجب أن يكون زيادة في عدد الحالات ما نريده أن تكون هذه الزيادة ضمن نطاق استيعابنا في القطاع الصحي وهذا وارد اليوم وقادرين عليه ليش لأنه أصبح عندنا اليوم مستشفيات ميدانية عندنا زيادة في عدد الأسرة لذلك قادرين أنه نتحمل وطقة الزيادة في الحالات وخاصة أنه نسب الإدخال إلى مستشفياتنا اليوم بسبب بنيتنا السكانية هي ليست كما في الغرب ما متحدث عن 20% متحدث عن 6% 7% في أقصى حالاتها فبالتالي هذه نسب مريحة إذن نتعاون معا نستمر فيما تعلمنا نأخذ اللقاحات اللي موجودة الآن وبدون تردد وننظر إلى جميع دول العالم اليوم